في إطار فعاليات أسبوع أبو ظبيل الاستدامة توجت الثانوية تأهيلية عودة السعدية بمراكش بجائزة زايد لطاقة مستقبل برسم سنة 2018 في فئة المدارس الثانوية العالمية بالقرى الإفريقية نحن سعداء كثير بالحصول المؤسسة على الجائزة لشيخ زايد للطاقة المتجديدة 2018 ونحن شاركنا المسابقة على غرار مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الدول والتي تخصى هذه المؤسسة الشيخ زايد للمجموعة من القارات ومن القارة الإفريقية التسويج يأتي تقديرا لأهمية المشروع الذي تقدمت به الثانوية لتشجيع استعمال الطاقات المتجددة المشروع يروم تشجيع الميذات المؤسسة ومختلف العاملين بها على استخدام الطاقات المتجددة وتطويرها لخدمة البيئة وتدرس في هذه التنوية التي توجد في قلب المدينة العتيقة بمراكش حوالي 1500 تلميذة المعايير لوضع مؤسسة الشيخ زايد اللي هي تخصى تكون أولا الجودة أولا ديال المشروع ثانيا المشروع يكون غادي في سياق ديال الهدف العام ديال المؤسسة الشيخ زايد وهو الاشتغال على الطاقات المتجددة بمعنى تولي أن نوحة تقافة هي تتروج لك التقافة ديال أن الإنسان يتخلص من الاعتماد الكلي على الطاقات الأحفورية اللي هي السبب الكبير جدا في تلوث ديال البيئة تلوث ديال الغلاف الجوي وهذا جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تأسست سنة 2008 والبالغة قيمتها الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي تكرم الإنجازات والمشاريع المتميزة في مختلف القطاعات ضمن فئات الشركات الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنظمات غير الربحية وأفضل إنجاز للأفراد وفئة المدارس الثانوية العالمية